هو ليه مجلس الامن مجلس امن؟ يعني انا معرفش هال السؤال ده طرحناه على انفسنا قبل كده ولا لا؟ عايز تقول ايه يعني يا يوسف؟ عايز اقول كده ليه مجلس الامن هو مجلس الامن؟ ليه مجلس الامن هو اللي مفترض انه يقرر ايه اللي يحصل في كل حتة في العالم؟ اقول لك لانه عمليان تشكيل مجلس الامن لو انت بصيت عليه كويس هو تشكيل معمول من الدول اللي هي مفترض انها فازت بالحرب العالمية التانية يعني عمليا كده لازم تبقى باصص كويس عشان الناس كتير بتوعب تسأل تقولك واين القانون الدولي؟ اين مقررات الشرعية الدولي؟ بوستسين القانون الدولي اي حد في الدنيا درس قانون دولي انا بحكم تخصصي ان انا كانت تخصصي في جمع اقتصاد فاحنا لازم ندرس قانون دولي اكيد مش زي المتخصصين الكبار في القانون الدولي وما الا ذلك دراستنا للقانون الدولي بوده تبقى اكثر محدودية من دراست اقسام العلوم السياسية وما الى ذلك لكن الاساس في القانون الدولي انه اساسه البقاء للأقوى والأقوى هو اللي بيحدد المصارات اي مادة اي بند اي شيء متعلق بالقانون الدولي هو معتمد في اساسه على مسألة القوة ليه ما معتمد في اساسه على مسألة القوة؟ انه الدول التي فازت بحروب الدول التي تمتلك الجيوش الاكبر الدول التي تمتلك دوائر حيوية اكثر قوة الدول التي لديها ازرع سياسية اكثر قدرة على الضغط بتبدأ انها تفعل مجموعة من الاجراءات والخطوات ثم تصبح سنة فيما بعد ذلك اسمها ما بين قصين القانون الدولي طب وايه هي قرارات الشرعية الدولية الشرعية الدولية قرارة اللي بتطلع من الامم المتحدة ممكن يبقى بعضها متعلق بمجلس الامن يقرر ما يشاء ويرفض ما يشاء الى اخره فده اللي بنسميها الشرعية الدولية فيه فرق كبير جدا جدا ما بين الحق والعجل الحق والعجل يعني ايه؟ هو النهاردة حلقة فلسفة؟ لا العجل هو تفعيل القانون فلان الفلاني عمل شيء ما بالقانون يعاقب كذا وكذا وكذا القاضي الجليل بيحكم بايه؟ بيحكم بما لديه من اوراق وادلة ويفعل عليها القانون هنا اصبح قرار السيد القاضي عدل ليه؟ لانه طبق القانون تبقى اللي قدامه هل بالضرورة ده حق؟ لا تعال ناخد على سبيل المثال المثال بعيد جدا فلان الفلاني اتى العلان العلاني او اتهم بقتل العلان العلاني كل الادلة اللي موجودة قدام اي قاضي في الوجود بتقول ان فلان قتى العلان سين قتى الصاد القاضي هيحكم بايه؟ هيحكم بالاعدام مثلا يعني طبعا سيبنا من انه قرار الاعدام ده بيحتاج حاجات كتير يعني منها سبق الاسرار والترصد والتخطيط وما الى ذلك المهم بس القاضي انحكم بالاعدام يبقى عمل ايه؟ عدل قال العدل طب السؤال هل بالتأكيد هل بالتأكيد سين قتل صاد مش يمكن انه تورط وما قتلش؟ يبقى الحق ايه؟ الحق ان السين ولا يتسجن ولا يتعدم بس العدل انه يتسجن ثم يتعدم اصل القانون بيقول كده اذا خد كل ده واعكسه على قضية الصراع العربي الصيوني في المنطقة جزيلا